موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضياء المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمري خليها سمك النهاردة ولما نقول خليها سمك النهاردة يعني سمع هس معنا جنباري النهاردة ماشو بالكاري مع الدرة الأكلات دي مشهورة بعض المطاعم دلوقتي بيحبوها الشباب يعني درة مع جنباري في كيس أو ما عندناش كيس يتعامل إزاي وإيه الكسة بتاعته وليه بيحبوها هنشوفوا التفاصيل مع بعض الجنباري لما يتشوه مع البربكوسوس أو مع الكاري هي بس زي مع طعم الدرة معنا النهاردة كمان البسارية البسارية دي من الخيرات البحر حاجة لطيفة وجميلة بتتوجد في الشتاء بالزاد هنعملها النهاردة مقلية بالطحينة وزيت الزيتون بالتأكيد لها بصمة والبسارية دي من الأكلات البسيطة السهلة اللي لها قيمة غزائية عالية جدا معنا النهاردة سمك جزل وليكن بوري بولتي أروس وأر أين كان نوع السمك السمك الجزل ده زي نعمله طاجن بالخضار هنشوف إزاي نجمع ما بين تشكيلة من الخضار كوسة وجزر والخضروات الجميلة في أيام الشتاء موجودة مع جزل أين كان نوعها من السمك ولكن في تركام الشيف المغاز هنا هنشوفها مع بعض إزاي تفاصيل كتيرة النهاردة وخليها سمك معنا الجنباري بقى هنسيبه للآخر عشان الجنباري ده في شغل كتير قوي مأدير الجنباري بالدرة على الشاشة جنباري أين كان حجمه يا راكي الطبقة ده هنا نخليه أولي يا غالي أهو نخلي هنا أهو ماشي جنباري درة صفرة اللي هي الدرة الحلوة في منها الكزان الصغيرة في منها الكبيرة ده موجود في أي سوبر ماركت أو عند الراجل بتاع الخضار عينية كل ده موجود معنا معنا بقى الشوية الصارسة الكاري وصارسة الكاري دي مدرسة بتختلف من بيت لبيت ومن مطبخ لمطبخ ومن بلد لبلد ولكن الكاري طلع نزل هو تركيبة من التوابل ليست شجرة مسمرة الكاري الكاري تركيبة من التوابل الأساس فيه كركم وكمون إضافات دي بقى حسب سعر التوابل اللي بندفها حلوة الكلام؟ تعالوا شوفوا نعمل إزاي الجنباري بالدرة حلوة أوه قادي الجنباري معنا لو ملاحظين حاجة هنا أنا محتفظ بالصانية اللي كنت محمر فيها السمك موجودة معي زي ما هي لكن الصانية دي كده هاي بحط فيها أو الطاصة يعني بحط فيها شوية زيت تركيز بقى عشان موضوع ده هنا ممي جدا على فكرة وموضوع شايت جدا الزيت ده كده يصحي بناخد الجنباري ده عم الشيف نتابله الله ما صنع النب تحنا دي لسه مش وقتها قادي الجنباري معنا تفتح ضهر الجنبارية بسكينة صغيرة نبص عليها كده مخرجنا الجميل شافيه ونشيل عرق الرملة حبيب علبة اهو 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 شفت فين عرق الرملة هنا ليس له وجود بيننا اهو كمان نفتح ده كده اهو ده لازم حزاري جنباري صغير جنباري كبير تشيل عرق الرملة رقم واحد هيبوز الموت بتاع اللي بياكل اول ما يضرب سنانه كده في قلب الجنبارية ولا عرق رملة يعني قطر من الرملة تحت سنانه هنعيط بتعملي جندفلي او العرايس او اهو الحاجات بتاعت الشربة لازم ترضى فيها كويس وتشيل الرملة منها اهو حالوا الكلام ناخد الجنباري ده كده نخلي بالشكل ده كده معا طرنشين الليمون دول كده هبنعمل اه ده بيتعمل دايما في كيس كده حراري ويتحط في الفرن انا مش هعمله في كيس حراري انا مش بحب انا عايز احس الاكلة لما بحس الاكلة بحس بتعمها دي مدرستي انما اجيب كل حاجة جاهزة واركبها واعملها طب ما انا زي زي غيري فانا عايز اميز نفسها اميز نفس ازاي بالشغل انا بشتغله ده كده ده الجنباري معاي اوه حالوا الكلام؟ هعمل فيه اي دلوقتي؟ انا هبدأ شويه واحضره له الدرة اهو الدرة معانا اهو زي الفن الله مصلى عن نفس حلوة اهو طيب هناخد الجنباري ده زي ما هو كده ونحط عليه شوية توابل لطاف اهو دايما الاكلة دي بتبقى فيها شوية سبايسي نحط في الاعتبار يعني ولا هي مش سبايسي مش هنستطعمها حالوا الكلام؟ ده التوم وبهارات شوية شبك معلقة في لفلة حلوة اهم حاجة الطاصة اللي انا محمر فيها سمك شديدة الحرارة معايها هي نشيل دي من هنا كده عشان تظهر قدامنا ونقلبهم كده مع شوية ملح ونقلب الجنباري بتاعنا اللطيفة بعد التقليبة دي كده ونتأكد ان الخلطة دخلت ما بين الجلدة وبعضيها ما بين الجنباري وبعضه ما بتخش ازاي اشيه دازل نستاهين بمادة دهنية ايه المادة الدهنية اللي تساعد على اختلاط التوابل بانسجة السمك من الداخل ما بين القشر وبعضه لغة عربية فاصحة ولتكن زيت او زبدة سايحة زبدة السايحة دي بعدين هناخد كده الجنباري ده باكة بعدين بتحمر كده ازاي مع دي ما عملناه بالتوابل في قلب الطاصة اللي انا محضرها دي كده لو هتعمليه في الكيس الحراري الجنباري بالتوابل بتاعها تبود دورة بتحطيه في الكيس الحراري ودخلي الفرد وترميه في الفرد وخلص الكلام ولكن الخبرة التهوية هنا في الطاصة هناخد الجنباري ده كده ونسيبه في قلب الطاصة لان نعاش شوية شربة اللي هي شربة الجنباري دي كده اعمل بها سوس الكاري اللي هيديني طعم اللي هيخليني اكل الكاري مع شوية رز ابيض او رز صيادية معانا بنحضره او بنجهزه معانا بالشكل ده كده ده الرز الصيادية رز الصيادية رز الصيادية يعني بصلة محروة بالاشرة بتاعتها كيانك بتعملي شربة بصل من المطبخ الفرنسي وبتحط عليها البصل هي النعمة تحط عليه معاناية زيت الله عشوية الرز اه طبعا جايين من بدري منجهزين بعض الحاجات اللي حضراتكم بشتطار فيها او اللي هي ملهاش اسئلة كتير عالسوشيال ميديا من ضمن الاسئلة عالسوشيال ميديا الجنباري المشوي بالدورة يا مغازي بيتعامل ازاي عملنا مع بعض النهار اه ده رز صيادية معانا زي الفن حطله زبيب حطله جزر دي مدرسة انت طبعا صاحبة القرار فيها حالو الكلام هنسيب الجنباري عالنات هنا الطاصة بتسخن بتاعتنا بتاعة الدورة نحط شوية زيت كده انا عايز الدورة ده يستوي باخد الدورة بتاعنا ده كده ونحط الدورة ده هنا كده بعايزك تعملها في البيل بالشكل ده كده ونخلي وراء الدورة ده انا عايزه هنشيف هنغرفه مع بعض ازاي بنعمل ايه عم نشيف سلسة الكاري بنحضر لها توابل الكاري تومة بصلة شوية شمر شوية بهارات بصلة نعمة موجودة معانا زي الفل بنحضرها هنا كده مع بعض طبولة كده عجام هذا البصلية الحلوة ممكن تعمليه مع البربكيو سوس سوسة البربكيو دي بتتباعة جاهزة انا مش عايزك تشترك جاهز تعمليها في البيت دي البهارات بتاعتنا الكاري بصلة يتوم ناعم شوية الشمر الحلوي مكعب الزبدة المحترم بصلة الخضرة الحلوة معانا كل دول مع بعض بصلة بصلة خضرها بصلة خضرها والجنباري هنا بصلة معانا نقلب كل دول مع بعض الله ما صلى على النفط ومعانا الدورة معانا جاهز اهو شفت الخلطة دي شفت الحلاوة دي بصلة هنا كده جاءتها هنا كده كأنك بتعمليه في كيس اهو اهو مع الدورة لسه ما خلصتش عند شوية الشربة الجنباري اللي جاهزين معاي اهو اهو في قلب الطاصة ناخد شوية شربة من دول كده احنا شغل مع بعض كده في الرواءان خلص الكلام قليل من تغبير الدي كده حلوة شفت انا بعمل ايه على اينا كيتك ده اللي جوة كيس اهو هناخد كل ده مع بعضه يا ويل يا ويل يا ويل العب يا جنباري زي ما هي كده ما اندخلها لك ايه رايات كده شوف السورة ايه الجمال ايه الحلاوة دي الله يبارك لك يا ابا نطلع صنية السمك بتاعتنا الجميلة جنب البسارية بنت العم الله وما صلى عندي صنية السمك جاهزة الله ممكن السمك ده بوري ممكن وقار ممكن همور حسب الرغبة جاهزة صنية السمك بتاعتنا رشة كرافسة عليها جريعة كده ناخد الجنباري بتاعنا ولا سيبه انا عيش هايفك بتدلعه هسيبك تدلعه اه عينية اه ليه قصة الجنباري بسارسة الكاري هتقول ليه بيه حطت معلقة دي ليه وحطت البعد في الاخر هنأكل السارسة دي جميلة لها قوامها ايه سر قوامها معلقة دي اللي انا حطتها في قلب الصينية قبل منزل بالجنباري بالشكل ده كده هزة هزة اهو ممكن نحطه في كيس ممكن نحطه في كسرولة زي ما احنا عايزين ممكن عناية حاضر انا ممكن اعمل لك حاجة حلوة دلوقتي هتعجبك اوي 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 انا عارة بتحب الصورة الحلوة اه ايه الجمال ده ايه الحلوة دي اه نروع مطبخنا وارد ان تزورني حماتي تجيني فجأة بتعمل ايه امراتي ابني النهاردة بتلاقي صوتة مغاز في قلب البيت دايما يقولولي ان احنا بنفتح التليفزيون ونجيب القناة الاولى او الفضايا المصرية بنحس ان احنا في مصر والله بيكلموني من الخارج يقولولي احنا بنفتط طبعا المواقيت مختلفة تقريبا بتبقى ناكل وقت تقريبا الساعة 10 او 11 كأننا روحنا مصر وجينا بنوفر عليهم تذكرة الطيارة والفيزة حلو ايه رايك ايه جمال انت خدت وقتها دي يا شف الله عليك طب هيلك نقفل الحالة بقى ونطلع كده بالصورة الحلوة دي او دا لسه نشوف حاجات حلوة دلوقت او والله انت ابن حلال لديتني فرصة روق نفسي حال او هلعب يا جنباري الدورة هنا بيستوي عينية والله اعمل لك اللي انت عايزة شو انا هسيبك تاكل الدورة ده وتسيب الجنباري لان الدورة اختلط مع شربة الجنباري اه يديلك رصة دي الحدوتة بقى عادر اه شوفت بسمع كلام المخرج إزاي؟ عايز تمجح؟ تسمع كلام مرؤوسك، تسمع كلام مديرك، حلو؟ نصيحة مني، شوفت الكلام؟ هذا الجنباري في قلب التصى، والمغازي جابوا الخلاصة، هنقطع في فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع سر الخلطة السحرية الفلازية للبسارية، اللي هي أم جسرية، أو عطراها بأي تابعوني بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني رؤية، فن، إبداع، اختلاف طعم، الكلام ده بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة